خلال الأيام القليلة الماضية خرج دينا موفتي دينا موفتي ده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية كان سفير لإثيوبيا في القاهرة آخر سفير إثيوب في القاهرة اتكلم وقال انه يعني اتكلم على القاهرة اتكلم على مصر بشكل لا يليق وقال انه مشروع سد النهضة مصر بتهاجم سد النهضة على نيل أزرق وقال انها تستخدم على مصر يعني تستخدم هذا المشروع ذريعة لتغطية على العديد من المشاكل الداخلية مش قادر افهم دي يعني يعني احنا بنستخدم سد النهضة للتغطية على أحداث أو مشاكل داخلية الرجل ده بعقله دينا موفتي ده هل انت عقل يا رجل يعني هل انت عقل هل تتحدث بعقل ام تتحدث بايه يعني انا ارى انه يعني بيمارس دينا موفتي قتل ما تبقى من منطق او عقل في هذا الاطار بقى مصر اللي بتستخدم سد النهضة كزريعة للتغطية على أحداث أو مشاكل داخلية اما انت بتعمله ايه ده انتوا استخدمتوا سد النهضة كتاكئة او وسلم او وسيلة ليه مش عايز اقول يعني تورية ولا تغطية ولا ولا تخفية ولا اخفاء ولا ايه لغيتوا الانتخابات او اجلتوا الانتخابات في اثيوبيا من جراء كورونا على غير الحقيقة ما جرى في اقليم التجري والحرب الاهلية داخل اثيوبيا واستخدمت الصواريخ وكذا وكذا في اقليم التجري مناش علاقة ده الان بيتم استخدام نفس السلاح وغيره وغيره فيه بنشانقول برضو مناش علاقة المشاكل مع السودان مناش علاقة المشاكل مع كينيا مناش علاقة المشاكل مع الصومال مناش علاقة انتم دولة بقول لدينا مفتي دولة اصبحت مزعجة للاقليم دولة اصبحت مزعجة لمنطقة القرن الافريقي دولة بتتهرب من واجباتها القانونية دولة بتتحايل على القانون دولة رئيس وزراءها حصل على جيزة نوبل للسلام دون أن يترك مكان واحد أو دولة واحدة يجري معها خطة للسلام ده الواقع بيتكلم دينا مفتي بيقول أنه مصر بتستخدم زريعة بقول هناك قوة لا مصلحة في العداء بين أثيوب وشدان العداء بين أثيوب وشدان نتيجة تطاول الأثيوبيين أو اعتداءات الأثيوبيين على الأراضي السودانية زي ما قال سعد ستين دلوقتي احنا بمعيد انتشار جيشنا في أرضنا حدودنا سيارتنا ملناش علاقة بما يجري في أثيوبيا لم تطمع السودان في شبر واحد من أرض أثيوبيا وإنما بتنتشر تدافع عن أراضيها التصريحات دينا مفتي المتحدد باسم الخارجية الأثيوبية يفتقد ويفتقر اللياقة الدبلوماسية يفتقد ويفتقر اللياقة السياسية يفتقد ويفتقر إلى الحق وإلى العدل وإلى الكياسة تصريح أو تصريحات كاذبة عارية فاضحة تصريحات وكأنه واحد على رأسه مضحة بيقول أن لمصر تستخدم سد النهضة للتغطية في مشاكل داخلية مشاكل داخلية إيه يا أبو مشاكل داخلية ده أنت يعني مصر دلوقتي وهي في ظل هذه الظروف اللي بتفاوض معاك وإنتوا في قمة المراوغة السياسية قمة المراوغة القانونية بتبني بتصلح بتصلح نظامها الرأي بتعمل عملية تحليط مية بتعيد بناء الدولة لم نتوقف لحظة ولم يصدر عن مصر الرسمية تصريح واحد ضد الدولة الإثيوبية أو التدخل أو يوحى منه أو يستوحى منه تدخل مصر في الشأن الداخل الإثيوبي على محور التجري على محور بني شانقول على محور السودان على محور كينيا على محور الصومال لم يصدر عن مصر تصريح رسمي واحد ضد الدولة الإثيوبية لكن احنا عندنا مشكلة واضحة المعالم مشكلة سد النهضة مشكلة سد النهضة مطلوب الاتفاق القانوني الملزم لكل الأطراف بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية البنك الدولي وخزانة الأمريكية تحاد الأوروبي شهد المجلس الأمن شهد تحاد الأفريقي بيش شهد الآن بأن ست الشهور تحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي لست شهور عمال يحاول رئيس جنوب أفريقيا عايز الراجل يعمل حاجة قبل ما يسيب رئيس الاتحاد الأفريقي واحتمال كبير يكون فيه بكرة لقاء بيجمع رئيس الاتحاد الأفريقي مع رئيس الوزراء الإثيوبيا أبي أحمد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس عبدالفتاح السيسي ربما يكون فيه اجتماع بكرة عبر الوسائل الرقمية أن يكون فيه اجتماع قبل الاجتماع الفني بين الدول السلاسة في آخرنا اليوم ربما يكون هذا فإحنا بنروح فيين إحنا بنقدم آياد السلام إحنا بنقول يا سلام يا تعاون بنقول يا مصالح مشتركة لكن الأخ مفتي أو الأخ دينا له رأي آخر أو له آراء أخرى وأنا بقول له اعقل يا رجل أو تعقل يا رجل ولا تنطق ولا تنطق إلا بما تعرف لا تنطق إلا بما تعرف أو لا تنطق إلا بما تعرف بقول دينا مفتي هرد عليك الرد البسيط جدا المهزب اللي رد به المتحدث الخارجية المصرية سيد أحمد حافظ السفير أحمد حافظ قال إنه تصريحات إثيوبيا ضد مصر تجاوز سافر وخروج فج عن القيم الأفريقية ده مين اللي قال السفير أحمد حافظ وقال إنه تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تطرق فيها للشأن الداخلي المصري وصفا إياها التي بالتجاوز السافر وبغير المقبولة جملة وتفصيلا والسفير أحمد حافظ وصف التصريحات اللي خرجت عن دينا مفتي بأنها تمثل خروجا فجا عن التزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على الاتزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويعد خروجا عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر وشدد أحمد حافظ على أن مثل هذا التهجم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعضة داخليا وخارجيا في حين أن مصر آثرت الانتناع دوما عن التطرق إلى الوضع الداخلي في إثيوبيا وأضاف كان من الأجدر على المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن يلتفت إلى الأوضاع المتردية داخل إثيوبيا والتي تشهد الكثير من النزاعات والمئاس الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء وأخرها ما يدور في إقليمي تيجري وبني شنقون على مرأة ومسمع من العالم وكذا ما يشهده إقليم الأورومو من توطر وعدم استقرار متواصلين هذا فضلاً عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إذا محيطها الإقليمي زي ما قلتلكم في كينيا والصومال وجيبوتي والسودان وكل الدول المحيطة في مشاكل زي تركيا دولة مزعجة لم يعد هناك علاقات بتجمع بين أديسة بابا أو أي دولة إلا إريتريا فقط إلا أصمارة فقط بما في ذلك ما شهده الشريط الحدودي مع السودان مؤخراً من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد إذن الخارجية الإثيوبية على لسان المتحدد باسم الخارجية خرجت عن النص وخرجت عن الأصول وخرجت عن الأدب السياسي ولذلك كان الرد المناسب والملائم من الخارجية المصرية يمثل رداً يعني ملائماً وجزاءاً وفاقاً لما قام به المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية وبقول تاني إثيوبيا تلعب بالنار إثيوبيا تعبث بأعواد الثقاب إثيوبيا الآن بتعبث وهي لا تدري أن النتائج ستكون كارثية على الإقليم وعلى القرن الإفريقي وفي القلب منه إثيوبيا